اشتركوا في القناة اهلي يحسب لنادي الاهلي الحقيقة تاني الشرط الاولاني الشرط مميز جدا جدا الشرط التاني متوسط قدر فريق استاد ابي جاني ان هو يخش المباراة الحقيقة من الديئة 55 لديئة 65 الحقيقة قدروا يحرزوا هدف وكمان كان عندهم فرصتين في منطقة الخطورة منهم كرة في القائم النادي الاهلي زي انت بتقول يمكن الرتمة قلت شوية الحماسة قلت شوية الاستحواز قلت بشكل بشكل كبير بدأ يبقى فيه مساحات ان فريق الابواري يستحوز شوية على الكرة بالرغم عن كل دوت كمان كان فيه فرص كمان مؤكدة للنادي الاهلي الشرط التاني يعني كنا ممكن حتى في الحالة المتوسطة ديك الشرط التاني كنا ممكن نحرز على اقل كمان هدفين خلي بالك بتفرق جدا جدا هم كلام ده انا قلته يمكن في الشرط الاولاني طول ما انت قادر تسجل اهداف سجل يعني الفرص اللي ضايع ديت استمرارا شوية للمباراة الاتحاد كان لازم انحاء على اقل عندنا 3 ا4 فرص محققة على اقل تحرز منها هدفين هتكون النتيجة في نهاية 6 اتنين غير 4 اتنين فالحقيقة الهدف من المباراة استفدنا منها جدا 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 على المستوى الفني بدأ كمان عناصر تخش شفنا عمر الساعة بيخش المباراة شفنا ريدا سلم بيخش في عملية تدوير واضحة جدا لكلر في في المباراة فاجماليا مباراة جيدة نتيجة اقدر اقول كان ممكن يكون افضل من كده بكتير كان ممكن نكسب بخمسة ونكسب بستة وده الحقيقة كان مطلوب في المباراة زيادية الفرقات واضحة جدا لصالح النادي الاهلي ما يعيب النادي الاهلي شوية او لعبة النادي الاهلي انها مش طماعة في الفوز انك بعد 3 لازم تكيب الرابع والخامس والسادس وانت كنت قادر تعمل دوت عملية شوية الكيرف اللي بيجي فيه عدم تركيز شوية خاصة في النواحة الدفاعية لا لازم نوقف عندي ممكن تكون النتيجة انكسبان اربعة ممكن تأدي شوية الهدوء والتكسف طبعا وده الحقيقة لازم نتخلص من الجزئية دي لما انت بتلعب مع احترامي طبعا الاستاذ ابي جان لكن الفرقات واضحة جدا للنادي الاهلي ما ينفعش اولا يجيب فيك جنين الجزء التاني انه في وقت من المباراة لازم يكون تركيز اكتر من كده عملنا شوط جيد جدا للشوط الاولاني شوط تاني متوسط اجماليا خدت هدفك من المباراة ثلاث نقاط مهمة قبل الاستوديو كنا بنقول اهم حاجة نكسب الثلاث نقاط ويعني من البداية يكون المشوار جدي جدا لان المباراة اللي جاية مباراة صعبة جدا فاجماليا طبعا مباراة جهيدة للنادي الاهلي واستمرارا كمان ان شاء الله بإذن الله الفترات اللي جاية يبقى فيها كمان يعني الوصول للهدف المنشود انك دايما ان شاء الله تعمل المعادلة او تحاول تعمل المعادلة الصعبة النتيجة مع الاداء الاداء الجاية جدا خلال التسعين ديئة مع نتيجة جاية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة